الأعلامية تونسية عيشة عثمين زوجة رجل أعمال أيمن بوشبل ظهرت في فيديو لايف ما خليت ما قالت فيه على إيضاعة إيافهم وبالتحديد على برنامج رفماق اللي حكيه فيه على استغيه هبطتها وقالوا عيشة عثمين تكل في ستيك في دبي بالذهب وهذا كفر بنعمة ربي ومسكين الزوالي اللي مش خالطة لحتى شيء واحدة أخرى قالت في البرنامج ربي كيعتيك الفلوس متبذر هايش ولياخر قالت في مرقب الديامان هو مش خالطيش ريخاتم بش يخطب صحبته ولياخر فاماش كون حاسيل وقال هي حرة وتعمل يتحب وتكل يتحب وتهب استوريات وقت ما تحب لحديث هذي كل دار في برنامج رفماق على إيافهم وعيشة عثمين تغشت برشا فيهم وما خلت ما قالت عليهم عيشة واضحة أنه هي كانت في ريستوران اسمه نصرت في تركيا يمشيوله مشهيل العالمي لكل وأنه الدوغي هذيك اللي على ستيك ما هوش اذهب وما هوش ديامو وما هوش غالي بالكل وتهجمت عيشة عثمين على إيافهم وقتلهم يزيوا متفهة وجيبوا مواضيع تهم من الناس وزويولا وقتلهم انتوما أعلم حقير ومنحطوا تنميوا في الحقد التابقي وما كمش احترافيين واعتبرت ان مشاهير العالمي لكل عادي كيف يبرتجيوا ديمو مو تفاصيل حياتهم إلا مشاهير تونس حرام وذي ما يعملوش وخطر في تونس لهين بيهم وكل شيء ومش من حقهم هيدا لكن تصريحات عيشة متعدتش ببليش ورجوا عليها في إيافهم واعتبرت المحامية والكرونيكوز سونيا دهميني في حوار على الإذاعذية إنو الأعلمية عيشة عثمين موجبرة بيش تقبل النقد خاصة من الأعلميين اللي هو ما يفوتوها في الخبرة في المجال الأعلمي وقتلها اللي يرفض النقد معلي كان يشداره وانتقدت تهجم عيشة عثمين على الحصة وقالت لها اقبل بقانون اللعبة وإذا تحب تستروحك شدارك وما تحب تتصورك توم يحكي عليك حتى حد حاتم بالحاجة سيناريستم تعشوف لي حل والكرونيكورز ده بإيافهم قالها مدام أنت انشرت غسيلك للعباد يلزمك تقبل كل شيء والأعلميين اللي مشاركين في البرنيمج جديد لكل حكيوا على عيشة وقالوا هي أصلا ما توصلش حتى بيش تكون زميلة أعلمية لهم على خاطرة هي ما عندهيش مستوي وبتستغل في نفوذ رجلة وفلوس رجلة بيش تقدم بعض البرامج معني حتى ليقدمتهم مقبل في تونس ولا زيد ليقدمتهم البرة من تونس وكان موش فلوس رجلة رهي عمرها ما توصل تعمل حتى برنيمج وتقبلها حتى تلزم وتقبلها حتى رديو بش تخدم فيهم وانتو كان الحكاية ذي عملت بوليميكا كبيرة برشا هو في الحقيقة كبت المشكلة ما غير حتى شيء يعني هي تهبط توليات شنوها تيك شنو تلبس حاجة عادية حاجة حرية عمفيت هي فلوسها ولا فلوس رجلة حرين هما في بعضهم يلبسوا بيهم يكلوا بيهم يسيفروا بيهم تايشوهم يعطيوهم يتبرعوا بيهم حاجة تخصهم تونك هما ما سرقوا الحد ما فكوا الحد هما أحرار فيهم وتعليق هذه الحقيقة شيء في غير السيقة متاحة وانشاء الله معناها الوسيل الأعليم تحسن من مستوى الخطابة متاحة خاطر في كل كلمة تتقال وفي وسيلة أعليم هي وراها مساج وراها يعني هدف يوصل للناس ما نقضوش نكليت ومش عارف عشنوها وش ريت ومش عارف عشنو حكاية فارغة ماذا بينا نحكيه على مواضيعها أهم ومن غير تجريح معناها من غير لا هذيك تجرح لديك ولا هذيك يجرح لهذيك وعادي جديد